السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله لا تنسوناش بالشير واللايك والسسكراب عشان نستمر ندك الشيعة مع بعض ويلا وبسم الله وعلى بركة الله نبدأ بسم الله خلنا انتصر علي ايوة 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 اشوف انا ما عدي الصراحة وقت الان بس بالنسبة للحديث الغدير اللي اكدت عليه وقيت لي وين موجود في صحيح مسلم انت تأكدت بنفسك موجود من كنت مولاه فهذا عليه مولاه اللهم قال لي من مولاه يعني كنت موجود ها طيب شنو جلت اتفقنا شنو جلت ها اعتزر واقول انا كذبت في ذلك لو موجود في صحيح مسلم اه طيب بس مرة ثانية انت اقرأ الكتب يا اخي اقرأ صحيح مسلم اوه صحيح مسلم اوه هات في كتب التفسير وبعدين خلاص جبت صحيح مسلم اوه هات بقى كداب شوف انا بصراحة الان ما عندي وقت جيت لك الوقت بضيق بل بتكذب له يا شيخ الله موالما ولا وعدما عدا بتكذب له تاني يا شيخ فاضل بتفضح نفسك تاني اللي انت اقسمت بله هتتترك التشيع فكرت انا هتجبه لي وصحيح مسلم امامي هو انا اقسمت لك بالله انا هو مش في صحيح مسلم قلتلي انت لا تدري بكتبك ولا تعلم كتبك فالكتب في ايه اهوت فين النبي قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه اهوت يا شيخ اهوت اتترك التشيع ابقى انت اقسمت بالله تلات مرات انك هتترك التشيع متفقbs كنز العمت انا مش موجود في صحيح مسلم وانت اقسمت بلى موجود في صحيح مسلم او في البخارى عرفت تاكذب موجود موجود يا اخي والله معد لوقت لا لا عندك وقت دالل انت لي متصل انت لو قتلت لاتصل انت اللي عايزنا اتصل علي فين في صحيح مسلم البخارى يا شيخ بتكذب يا شيخ فاضل بتكذب اقسمت بلى انا كانترك التشيع الjenة انه لو من كنت مولاه فاذا علي ما س Luha و ولا وعدemos وهذا موجود في البوحة الخارقة او مسلم. فين يا شيخ؟ ما عندك وقت بل بتتسر علينا ليه؟ عرفت يا شيخ اترك تشبع بعشرة اتبح خروف انا قلت لك هتبح خروف وهتصدك بحقي لك. هو المسلم في ايه ده؟ قل لي فين في مسلم. اتفضل. اسمعني اوش بعث لي الصفحة ماذا؟ بعث لي حتى اضيفك عندي في الصفحة. يا عمي بالله عليك بعدين تدفني ونتكلم ونتعشى مع بعض وكل الكلام ده. قل لي فين يا فاضل يا فاضل. انت اسمك شيخ فاضل ايه؟ ما عندي وقت تتفهم لو لا. ما عن انت اسمك فاضل ايه؟ اسمك فاضل ايه؟ اسمك فاضل ايه يا شيخ فاضل. وانا اضيفك واتصل فيك. يا عمي والله يا شيخ عواني شيخ فاضل. يا ليتك لم تتصل. قلت ما عندك وقت وتنظرنا انا وانت ساعة وتلت او ساعة واربي عندك او ساعة ونصف. وبعدين بدأت تهرأ. وسبتك كل ده انا عارف ان مش هيجي لك نوم انت قلت لها تنام. عارف ان مش هيجي لك نوم يا شيخ فاضل والساعة دلوقتي واحدة. واحدة صباحا بتوقيت العراق. عارف ان مش هيجي لك ن لانك اقسمت باللانك هتترك والسنة وشيعة سمعه والله يا شيخ فاضل اقسمه بلالا اجذبه عليه. في واحد اتصل شيعي واعلن هدايته معانا بعد بعد اتصالك مباشرة. قال لك شيخ كان ضعيف جدا. هو ده فعلا معتقدنا معتقد الشيعة معتقد ضعيف والاخ معنا الان هو اعلن هدايته بسببه. اسمعني. اسمعني. انت يا اخي اسمعني. الان ما عندي وقت. ابعت لي الصفحة مالتك. طب انا بقول لك يا شيخ فاضل الناس اهتدت بسبب المناظرة الاولى. انت دلوقتي تفضل اختار اي موضوع وانا اتحور في يا عبد. بما انك انت الان اه يعني هتترك التشايع لان الحديث مش موجود. لا لست خايفا منك. ولا من امثالك. انا الحمد لله عندي يقين في عقيدتي. يقين ايه يا شيخ فاضل اعدنا ساعة ونص ما عرفت تشتجل لنا ايه من القرآن الكريم على عقيدتك يا شيخ فاضل. يقين ايه يا شيخ فاضل بقى الكلام ده كنت تتحقوا فيه على المنابر الحسينية العوامل الشيعة المساكن في البداية. للوقت الشيعة قالوا بذلك يا شيخ فاضل. الشيعة اقروا بذلك يا شيخ فاضل ان انتو دينكم ضعيف. لا تهرج هكذا. شكرا 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 شيخ فاضل. تفضل اين من كنتم ولاف هذا عليموا لفس البخاري او مسلم كما قلت. وانا موجود ان شاء الله. انا موجود هاي الايام القادمة. اموجود اي اي وقت تتحب نتفق وتتصل ما عندي اي مشكلة. شكرا شكرا شكرا. واي شبهة عندك. واي شبهة عندك. حاول الشيعة انا جاهز. ما هو باين يا شيخ فاضل باين جاهز انتو مش عارف كتبك هو اقسمت بلا انا كتترك التشاوية واحتلالها الحديث مش موجود. شكرا شيخ فاضل شكرا. انت اقررت ان الحديث مش موجود في البخاري ولا مسلم صح? موجود في مسلم موجود. فين يا شيخ فاضل يا شيخ فاضل تاني هتحشر نفسك تاني. طب اقسم بلا انا موجود في البخاري او في مسلم. اقسم. اقسم. اقسم الله موجود طبعا. اقسم. اسمعني اسمعني. لا انا اريدك المصدر لحظة لحظة بس. الحديث موجود فيه صحيح مسلم الجزء الثاني الصفحة 362. في ايه في باب ايش? باب ايش? حديث الحديث موجود فيه صحيح مسلم الجزء الثاني صفحة من كنت مولاه فهذا علي مولاه? نعم من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم اولي من ولو وعادي من عداه? الحديث قدامي هوت وطلعته قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطبا بما يدعى خما صح؟ ما هوت طلعت الحديث بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى علي ووعده وثكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يشك أن يأتي رسول لربي فأجيب وأنا تاركن فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فاخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحثوا على كتاب الله ورغب فيه ثم قالوا أهل بيته أذكركم الله في أهل بيته أذكركم الله في أهل بيته فقال حسين ومن أهل بيته يا زيد ليس نساء من أهل بيته قال نساء من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة قال ومن هم قالهم آل علي والعقيل وآل جعفر وآل عباس قال كل هؤلاء حرم الصدقة حرم الصدقة قال نعم كل هؤلاء حرم الصدقة قال نعم فين من كنت مولى فهذا علي مولاه عرفت أنك كذبت وانت أقسمت ثلاثة أيمان والله وبالله وطل الله لو من كنت مولى فهذا علي مولاه لو مش موجود في صحيح مسلم او في البخاري انك ستترك دين الشيعة والان واضحة للجميع انه مش موجود في البخاري ومسلم الان وانا اقسمت ان هتبح خروف وهتصدق بهذا الخروف على الفقراء وثوابه اجعله لك يا شيخ فاضل فالان اعلن ورايا قل انا الشيخ فاضل ابرأ من دين الشيعة واترك هذا الدين افا سكر الخط ورب الكعبة وهرب سكر خطه ده اتصال تاني ونحن اسمه خسين سكر خطه عرفتم انه بيكذب عليكم كما اقسم بالله ثلاث ايامان هترك دين الشيعة وما تركهوش عرفتم انه كان بيكذب عليكم يا شيعة افيكم بقى يا شيعة افيكم من ايدي عوام المعممين والله المعممون دعاء على ابواب جهنم يا شيعة كان معكم شيخ الشيعة فاضل ايوه السلام وزي ما شفتم اخواني اخواتي هذا كان اول شيعة كدب تم الدعس بنجاح وما اطلوش عليكم التعليق لكم كل واحد يعلق زي ما يشتري تحت ولا تنسوناش باللايك خلينا نبدأ بالفيديو التاني وبسم الله وعلى بركة الله نبدأ بسم الله ايوه السلام عليكم ايوه السلام عليكم ايوه تفضل انا عندي سؤال اريدك تجاونا علي طيب احنا الاول كنا بنتكلم حول جبنا اقوال علماء الامامية الاثنى عشرية في هذه الحلقة اليوم على انه يجوز للشيع ان يسمي نفسه بكلب الحسين وكلب الصادق وكلب البكر فالانت تقبل ان تسمي نفسك بكلب الزهرة بكلب الحسين هنا انا يقصد الكلب بمعنى الوفاء يعني انت ممكن تسمي نفسك بكلب عادل حسين ووفاء للحسين ايه احنا هنا انا نقصد بالكلب يعني بالوفاء طيب اه ترضى اسم ابوك بالكلب ايضا بس الامام الحسين زينديق اه شون ترضى ان انا سمي ابوك وهذا الشيع التاني ان شاء الله يتم دعسوا بنجاح وما اطواش عليكم لا تنسوناش باللاق والشير والسلسكراب عشان نستمر ويا الله نروح على الشيع التاني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللهم صلى على محمد وعلي محمد ادعاء بحمزة اه يا الله والله شي كنت اجيب الان دعاء حينما زيارة الامام الحسين سلام الله عليه عبدك وابن عبدك وابن امتك المكر زيارة وارث الله الله زيارة وارث تقف امام قبر الامام الحسين سلام الله عليه وتقول اني عبدك وابن عبدك وابن امتك المكر بالعبودية لك يا حسين المكر بالرق لك انا وابائي واجدادي يا حسين اللهي شيخ عاقيل مش دا المفروض يقول لله اللهم اني عبدك وابن عبك وابن امتك كيف نقولها للحسين الله الله يا فوق بقى يا عم أم بالله JASM مش دا المفروض لله مش اذا الشرك بالله لا.. لا مش انا عبدك وابن عبدك آآ اعبدك وابن عبدك وابن امتك المكر بالرق أنا وأبائي وأجداد عبيد إلى الحسين إلى آدم كيف يا سامحة شيخ عقيل نحن عبيد لله تبارك وتعالى هذا شرك وكفر بالله لا مش شرك فاهم هذا هو الإمام علي عليه السلام قالوا له يا أبا الحسن ما قل أنت أفضل أم محمد قال أنا عبده من عبيد محمد هذا كذب ها ها هذا كذب علي ليس عبده من عبيد محمد ولو يقصد خادم من خدام النبي صلى الله عليه وسلم لأ كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنس لكن أنا دلوقتي أنا وأبائي وأجداد بنخدم الحسين في إيه طب هو كان بيخدم النبي علي ويقدم للنبي ما يريه لكن أنا وأنت بنخدم الحسين في إيه أدم بيخدم الحسين في إيه أنتم تعبدون عن الحسين لي يا شيخ نحن نتقرب إلى الله بالحسين نفس قول أبو جاهل وأبو لهب قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة نتقرب إلى الله بالحسين ودول يقربون إلى الله زلفة فقد كانوا بيقولوا المشركين كده كان مفروض نبي يقولهم لا خذوا الحسين يقربكم إلى الله زلفة ولا تأخذوا هؤلاء لكن يدعوه بأنه لا إله إلا الله لا يطلبون إلا من الله السيد حيدر حبيب سيد حيدر بخير صلى على محمد وقال محمد اسمع مني اسمع مني حب أنا إسم سيد حيدر أولا أكون عندي هذون الشيعة الكلام اللي يسمعوا بالحسينيات حقهم يجي يقولوا للناس يعني هم يحسبوا الناس هبل زيهم يعني كيف يفكروا تقول الله يا شيعة لا تقولش تتكلموا مع البشر بهذا الكلام ما فيش واحد عاقل بيصدقكم انتم عبارة عن مجانين مجموعة من الهمج ماش عندكم عقول قلسوا بالحسينيات وخلوكم بحشة المهدي دكوا بالمخدات هذا احسن شي تسووا لا تقولش انكم مسلمين قال لك عبدالحسين عبدالعلي ايش دا عبدالزهراء كلب الزهراء ام فين تجيبوا هذي الخزعبلات تقول الله كتاب يفيدك يخدمك مقارنة بين محاورة بين واحد شيعي واحد سني انا مال ايش دا وانا عايز احورك انت يا شيخ بالله عليك انا اقول للحسين عبدك وابن عبدك وابن امتك ازاي احنا عندنا دعاء الهم والحزن نحن اهل سنة اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك بخلافك مو هي انا اقول لك مو قصة هاي يعني احنا ندور يعني بين الاسطور بين كذا يجوز هاي مو كاتبهم جوز موضوعات طيب يا شيخ عندك صفة لله ليست للأئمة سلام الله عليم يعني انا بصفة السيد حيدر على فيسبوك اقول لك هل يوجد صفة لله ليست للحسين الحسين هو يمثل وجه الله يد الله اعوذ بالله يعني يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يبقى الحسين يمثل قدرة الله في العرب اعوذ بالله يعني انتم حتى وقعتم في التشبيه والتشتبه سبحانه ما تركتوش حبا غلطا لو عملتوها يعني انتم 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 عدكم تراهات وعدكم فد اكاذيب على الشيعة نا يا شيخ نكذب على الشيعة كيف دل حسين انطلع وجهه الله هو والإمام علي جنب الله على فكرة لان عندك رواية الامام قال انا جنب الله اياذا بالله في كتاب الكافر اسلامكم اسلامكم اسمعني اسمعني اول شيي المشكلة بتكون جابها اليكم هو عثمان عثمان هو القرب هذا في höهرب ايو الله المشكلة عثمان جمعنا على المصحف اما امامك الهربان خد المصحف الصحيح liberals هذا المصحف الذي جمع HA's위 جمعنا عليه عثمان بن عفان اللي جمعه عثمان بن عفان اللي فيادي الان بنتعبت به انت مصحفا مع امامك الهربان و سابلك هذا الزمنديكي و قالف لك كتاب فصل الخطاب ف دار الشبوء فصل خطاب في إضباطي تحريف كتاب رب الأربان إمامك الهربان مع المصحف يا شيء الحزب الأموي يا شيخ انت ملك النهاردة نعرف ليل تلعيد وساعات الغزالة ممكن تكون راية عندك ولففلك سجارتين من اللي انتو بتحللوهم في نهار رمضان كمان دي أنا بس أسألك بالله عليك انت دينك فين في القرآن يا شيء دينك أين دينك في القرآن أين من الحسين وجه الله في القرآن إسلام مزيف طب خلس أنا إسلام مزيف إدعوني الإسلام الصحيح القرآن معايا هو قل لي فين الإسلام الصحيح مزيف إسلام أموي يعني أنتم أتباع الخليفة الغاصب الأول للخلافة هو أبو بكر هو اختسب من مين الغاصب الثاني هو عمر واتباع الغاصب الثالث هو عثمان اختسبوا الخلافة من مين اختسبوا الخلافة من مين يا شيخ أول إمام عندكم مختسب كمان مش كفاية قلتم ذاك فرج خصبناه كما في كتاب الكافي إن الإمام اختسب عمر اختسب فرج بنت الإمام في دينا كمان الإمام بيختسب في دينكم وكل حاجة عندكم اختصاب اختصاب تفكيركم كله سيء يا سمحت الشيخ عاكل الغروي يعني كل دينكم اختصابات كده وحاجات مش كويسة أنتم تعبدون عمر لا والله أنا لا أقول عمر أنا الله يا عمر إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك والمكر بالعبودية لك لا والله أنا بعبد الله سبحانه وتعالى ولا أعبد عمر ولو كان قول عمر يخالف الكرآنية أو السنة لا نأخذ به ها 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 عمر قتل الزهراء ها ها أنا بحب الخنفة دي أواشا هو أنت أول حاجة بتتعلموها في الحوزة الخنفة الفارسية مش مهم علينا بالموضوع ده كيف قتل الزهراء كان وين الإمام علي يا شيخ ام ما قتل زوجته عبيبي نعم اسمع مني يا مني عمر حرق السنة النبوية عمر سد السواء وحرق بيت الزهراء كان بيحرق وحرق دين الإمامية المجوس قاعد يحرق لا لا اسمع لي اسمع لي اسمع لي اسمع لي عمر عمر قال لا حكم إلا لله والإمام علي قال ذلك الإمام علي قال وكف بالكتاب حججا وخصيمة يلا كفر الإمام علي بقى الرواية موجودة في بحار الأنوار قال وكف بالكتاب حججا وخصيمة كفر الإمام علي يلا يلا يا شيخ عادي ما انتو كفرتونا كفر الإمام علي يلا والله 73 فرقة 72 في النار وواحدة هين ناجي أنت وشيعتك يا علي الله أكبر الله طام الزحافة المتمتعين سارك الخمسي هم الذين ينجون يوم القيامة يعني أمصر حضرتك يا تلتم وتتمتع أنا نسيت المعاممين ما بيرتموش ولا بيطبروا المعاممين فقط يتمتعوا للخمس يعني بالله عليك الشيعة الزحافة الله طام اللي مش حافزين قرآن سببت صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الطعنين في السنة المكفرين لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم هم الفائزون يا شيخ لا ما بحبش يزيد والله يزيد صحابي ليس صحابي ولا نبي من الأنبياء وهاتلي رواية أهل السنة بيخدوها عن يزيد هل سمعت سني يقول قال يزيد قال رسول الله كيت وكيت وكيت لا ما بناخدش دنة من يزيد واخدين دنة من القرآن والسنة وهو البخاري ومسلم في يدي عندك اعتراض على شيء منه طلاع عندك اعتراض على البخاري ومسلم ايه شيخ عقيل رحت فين خدت مفتوح والله يا شيخ عقيل رحت فين شك لك الغزالة راجع معاك يا شيخ عقيل بحشش النهاردة ليلة أنا عارف ليلة لين عندكم في بيحشش أعوذو بالله الخد مفتوح والله يا شيخ عقيل كان آخر حاجة انضم اطحان ميازين طب خلنا أسكر هما اللي بيخنافوا كده يا اخو Display اتصل علي تاني الغروي ايه والله الله الناس دي مش عارف دبقة ايه يا شيعي بقى يا شيعي أعقل بقى أنا عارف مش هيرد يا شيعي أعقل بقى يا شيعي يا شيعي الوقت خلاص بيقفز يا شيعي اعقل بقى الوقت بيقفز خلاص هتروح فين هتروح فين بعد هذا الضلال وهذا الشرك هتروح فين يا شيعي هتروح فين اعقل بقى هتموت هتموت وهتدخل القبر وحدك مفيش معمم هينفعك لا عقل الغروي هذا هينفعك ولا اي معمم توب الى الله يا شيعي كان معكم شيخ الشيعة عقل الغروي اصلا يهدي وان يهدي الشيعة ويأخذ بأيديم الى نور التوحيد ده ما نمشي ده بقاله ساعة وشوية وشفتم اخواني اخوات الكرام كيف ان الشيعة هدونا عبارة عن ناس بدوخين ونغصلهم حكتين بس ويدخولوا علينا وشفتم معي كيف هذه الحلقة اخواني اخواتي وكيف كان هذا الشيعة الغبي واللي قبله كمان والله العظيم هذون الشيعة يكرون نحنا بس نحن موحدين نعبد الله وحده ولا شريك له ويشينا حنكون زيهم مشركين لكن الحمد لله على نعمة الاسلام والحمد لله على نعمة التوحيد واسب لكم التعليق والله العظيم ضحك من قلبي لما كنت بموت حتى القناع كان بيطيع ويلا ما طول عليكم ان شاء الله يشوفكم بكرة على خير ولا تنسونك بالشير واللايك والسسكراب عشان نستمر بدوك الشيعة مع بعض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته